في تجربة نيوتن سيكون له أو قانون نيوتن الثاني رح نتعلم بإذن الله طريقة حساب مقدار غرافيتي أو تسارع جاذبية أرضية أول خطوة رح نقوم بتشغيل الجهاز بعد كده أضبط الجهاز على قياس الأكسليريشن أضغط على الرقم اثنين لاختيار وضع اللاين بولي بعدين أشوف عندنا كم هي كتلة العربة المطلوبة خلينا نقول مثلا إنها كانت ألف جرام كتلة العربة الحالها خمسمية جرام نضيف عليها مئتين وخمسين جرام بعدين أضيف عليها مئتين وخمسين جرام أخرى لتصبح كتلة العربة الكلية ألف جرام وهذه الكتلة رح تكون ثابتة معنا طوال التجربة بعد كده أعلق أي كتلة ما على الكفة فلنقول خمسين فتصبح الكتلة الكلية خمس وخمسين جرام اللا هي عبارة عن الكتلة المضافة خمسين جرام وكتلة الكفة خمس جرام بعد كده أعلق الكفة وهم حاجة أتأكد من أن الخيط تبعها يمر فوق البكرة بعد كده أرجع العربة إلى أي مسافة كانت ثم أضغط على الرقم ثلاثة في الجهاز لما تظهر عندي علامة النجمة هذه علامة النجمة فهذا يدل على أن الجهاز جاهز لأخذ القراءة أسيب العربة تتحرك وبعدها راح تظهر عندي قراءة في الجهاز أكرر نفس الخطوات هذه بنفس الكتلة حق العربة هذه ثلاثة مرات لحساب المتوسط ما أغير فيها ولا أي حاجة ما غير بس أرجع العربة وأفلتها وهذه كده عندي القراءة الثانية وهذه عندي القراءة الثالثة بعد كده أضيف كتلة عشر جرام أخرى على الكفة وأكرر نفس الخطوات السابقة ثلاثة مرات لحساب المتوسط في كل مرة أرجع العربة وأضغط على الرقم ثلاثة عشان أجعل الجهاز جاهز لأخذ القراءة وبكذا هذه راح تكون عندي القراءة الأولى وهذه راح تكون عندي إن شاء الله القراءة الثانية وأخيرا هذه القراءة الثالثة بعد كده نفضل نزيد عشر جرام على كل كفة ونكرر نفس الخطوات السابقة الآن راح نحلل القيم اللي أخذناها من المعمل أول شي راح نكسم كتلة الكفة زي الكتلة المعلقة عليها واللي هي عبارة عن M2 راح نكسمها على ألف لتحويلها إلى وحدة الكيلو جرام بعد كده نحسب قيمة M2 على M1 زي M2 عادي كده بالآلة حاسبة علما بأن قيمة M1 اللي هي عبارة عن كتلة العربة والكتلتين المضافة عليها ألف جرام أي واحد كيلو بعدين نحسب متوسط التسارع بعدين نحسب نقسم المتوسط التسارع على 100 لتحويله من وحدة سنتيميتر على سكن تربيع إلى ميتر على سكن تربيع الآن عشان نحسب تسارع جاذبية أرضية وهو الشيء المطلوب عندنا في هذه التجربة راح نحتاج نرسم علاقة بين متوسط التسارع العربة في محور الصادات وقيم M2 على M1 زي M2 في محور السينات لكن نراحظ هنا أن قيمهم صغيرة جدا وعشان نسهل عملية الرسم البياني فرح نبسط القيم زي ما تعلمنا سابقا بهذا الشكل كالعادة فأول شيء لازم نسويه في الرسم هو تحديد مقاس الرسم المناسب لكل من محور الصادات ومحور السينات هنا أعلى قيمة عندي في الصادات هي 87 وأنا حابرس محور الصادات في 15 مربع فقسمة أعلى قيمة على هذا المربعات يساوي 5.8 فرح أختار أي قيمة أعلى من هذه القيمة أنا أخترت عشرة ممكن طالب يختار 6 7 8 9 كلها صحيحة لكن أنا أخترت عشرة عشان يكون مقاس الرسم الجزئي أو المايرل السكيل يكون سهل والي راح يكون 0.1 نفس الشيء راح أسويه مع محور الصينات أعلى قيمة عندي أيضا هنا 87 وعدد مربعات اللي اخترته لمحور الصينات اخترت 18 مربع فناتج القسمة راح يساوي عندي 4.8 فأكيد راح أختار مقاس الرسم النووي يكون 5 وكيدا يكون مقاس الرسم الجزئي أو المايرل السكيل أو المربع الصغير يساوي 0.5 يساوي 0.5 في محور الصينات بعد كده راحين نحدد نقاط التقاطع ثم نرسم الخط المستقيم كما تعودنا بعدين نحدد نقطتين عشوائية على الخط المستقيم لتحديد قيمة كل من وي واحد وي اثنين إكس واحد وإكس اثنين عشان نستخدمها في حساب الميل اللي هو عبارة عن فرق الصادات على فرق السينات ودائما ما ننسى القوة هذه في عشر وسالب اثنين وفي عشر وسالب ثلاثة اللي جبناهم من هنا من التبسيط إنه نضعها في حساب الميل الآن بعد حساب الميل نقدر نحسب قيمة الجاذبية الأرضية لأنه عند رسمة علاقة بين تسارع العربة إذا حطيناها في محور الصادات وقيم M2 على M1 زايد M2 في محور الصينات فإن الجاذبية الأرضية تساوي ميل هذا الخط المستقيم يعني أنا عندي هنا ميل الخط المستقيم ساوي 11.7 معناته تسارع الجاذبية الأرضية يساوي هذا الميل يساوي 11.7 آخر شي راح نسويه في هذه التجربة راح نحسب نسبة الخطأ بين هذه القيمة اللي أنا حسبتها اللي 11.7 وما بين القيمة النظرية المعروفة اللي هي 9.8